إقرار الحكومة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام أعطى العسكريين نسبة زيادة على رواتبهم تراوحت من 37% إلى 69% تبعا لردبتهم فيما بقي الغبن يلاحق قطاع التعليم الرسمي فالدرجات الثلاث التي نالها أساتذة التعليم الثانوي تعني أن الأساتذة يحصلون على زيادة قدرها 10 ألاف ليرة كلما تقدموا خمس درجات أي كل عشر سنوات وتساوي الدرجات الثلاث التي يحصل عليها الأستاذ منذ دخوله الملاك مبلغا قدره 42 ألف ليرة وصولا إلى 84 ألف ليرة وإذا ما ضرب مبلغ 84 ألفا بثلاث درجات يكون الحاصل 252 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير هي الزيادة التي يحصل عليها الأستاذ ولذلك فإن الأساتذة يطالبون بعشر درجات بدلا من ثلاث كي تكون الزيادة التي يحصل عليها الأستاذ 84 ألفا مضروبة بعشر درجات والحاصل 840 ألف ليرة أما الفرق بين الأستاذ الجامعي والأستاذ الثانوي لدى دخول الملاك فيصل إلى 52 درجة ما يعني أن على الأستاذ الثانوي أن يعمل 104 سنوات ليصل إلى راتب الأستاذ الجامعي ألمان أن الأخير يصنف فئة ثانية والأستاذ الثانوي فئة ثالثة ولذلك فإن مطلب الأستاذ الثانويين هو الإقرار بحقهم على الأقل بعشر درجات لا ثلاث تعرفي تاريخيا بين الأستاذ الجامعي والأستاذ السنوي كان الراتب فرق 6 درجات بين راتب الأستاذ الجامعي وراتب الأستاذ السنوي بعد ما أخذوا سلسلتهم الجامعيين هني والقضاة ارتفع عند بداية دخول الأستاذ السنوي ودخول الأستاذ الجامعي إلى 52 درجة عندنا شك أنه يكون فيه استهداف للتعليم الرسمي لصالح القطاع الخاص هل هناك توجه من إبل الأستاذ إلى مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية؟ من شيء وارد إذا لم تتحقق مطالبنا نحن سنرجع بعد نهار الأربع نحن سنرجع إلى الجامعيات الأممية أما الأستاذ المتقاعدون في اختراعة الحكومة في حرمانهم حقهم بدعة إلغاء كل الدرجات الاستثنائية تباعا فحرموا عام 99 6 درجات وعام 2001 4 درجات ونصف الدرجة وبذلك وبدلا من تكريم المعلم غبنا يوم دخوله وأوهينا يوم خروجه من الملاك الانحلاق قناة الجديد